طيب أعيس أعلك على وسائل وبيعلي بقى تحديداً أنا في المقدمة النهاردة قلت أنا بقاليك تلقى ومشوفتش مهاجم في النادي الاهل بالكواليتي ده يعني نعم متى تحقيقية دي بقى ما الكواليتي يعني الكواليتي إيه اللي هو اللي بيتطلق كله من رجله صح اللي بيستلم صح اللي بيقف صح اللي بيضغط صح اللي بيرجله على الجول طول الوقت اللي يعني عامل حالة مش ليسه ما بقىش هداف النادي الاهل عشان نفس الناس يقول لك هتبالغوا يا جماعة بس فيه حاجات بتقول ان ده لا يجابت ده حقيقي انت جبت اختصار تقريباً القصة كلها عليه هو لعيب بشكله امكاناته كويس هو حتى ستايله حل أيوة يعني انت شايف لعيب ستايله كويس في الملعب هداف تحركاته جهد 18 كويسة جداً داخل الصندوق برا الصندوق بيتحرك كويس قوي بيفضل زميله استلاماته كويسة جداً الكرة بتخرج من رجله كويسة ما عندوش ميس باس كتير فلا هو يعني مشروع كده مهاجم كويس للنادي الاهلي يعني اتمنى ان شاء الله انه يكمل كده ويفضل فترة كويسة مع النادي الاهلي ويعمل حاجة مع النادي الاهلي عوض الاهلي مع مودست اه اكيد طبعاً انت عايز تتكلم عن مودست ما اتكلمش عن مودست اللي احب اتكلم عنه طويل وقت لا مودست خد كلام كتير يعني انا مبفتحش اي تلفزيون ومتابعش اي حاجة غير لما بلاقي كلام عن مودست بعد اي مودش يعني اي برنامج رياضي في الكورة بيتكلموا عن مودست ليه بقى عشان مودست ده لا بيتكلموا علي وحش لا ما ناس احنا يبني اللي الناس كلها تتكلم عن مودست مودست ده مواجب جاي من اوروبا مواجب ترينسي جاي من دورتون التوقعات دايماً في حاجة زي كده بتبقى كبيرة جداً فلما تلاقي التوقعات دي نزلت الارض فطبيعي بقى الكلام طويل اللي الوقت على مودست بص هو صفقة غريبة شوية طبعاً وهو اللعيب نفسه مدكش حاجة تخليك تقول ان ايه يمكن مثلاً مش متأقلم يعني هو الولد امكاناته كويسة فيه لعيبة كتيرك خلي بالك كده صح بتبقى هي جامدة جداً وبتيجي متأقلمش حصل ان فيه اجواء مختلفة تماماً عن اوروب بالزبط بس انت بتشوف فيه حتى حاجة يعني فيه ريحة حاجة الريحة دي مش شمالة خالص ده هو تقول مسلاً جاية هو اه بالزبط لا ده مفيش جاية خالص ده راجع يعني مفيش جاية خالص يعني كله رجوع بصراحة يعني انا برضو دايما بقولي الجملة دي هاي اللي قال لي اخطأ في ضم مودست اصلاً ما جايب مهاجم من دورتموند يعني انا مش عارف انا بسمع ان هو السن نفسه تقريباً اعطق النار 35 معادي 35 يعني دي لوحدها بس كفاء بس ما فيه ايه بقى في غروبة تلعب 38 وبعدين ده جايب في مستوى او ليبل اهل طبعاً من الداول الماني يعني ماشي بس احنا برضو انا ما شفتوش بصراحة وبعدين مش شايف حتى هو 35 سنة بس مش شايف انه مدي الباور مثلاً وبيتحرك وراجل متحرك وبيجري كتير وبيعني مجهود في الملعب انا ساعات بشوفه يعني والله بيصاب علي يعني ساعات بشوفه في ماتشات بقعد اركز معاه لأ مفيش هو واقف بيجري برايح جاي مع الفرقة كده مفيش اي دور ليه لأ ساعات بيبقى الموضوع صعب جداً بالصراحة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة